اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذكرنا أن أمواج البنية الزلزالية والمقارنة بين أنواع الموجات الزلزالية سوف نرجع ونذكرها في الدرس اللاحق له درس اليوم استعمال الأمواج الزلزالية سواء كانت أولية أو ثانوية في باطن الأرض وكيف تنشأ الموجات الزلزالية؟ طيب هنا سؤال بسيط أجيب عليه بعد ما أذكر النقاط استعمال الأمواج الزلزالية وأنا ذكرت أنها الأمواج الأولية والثانوية دون السطحية لمعرفة باطن الأرض وكيف تنشأ الموجات الزلزالية داخله لماذا قلت الأمواج الثانوية والأمواج الأولية ولم أذكر الأمواج السطحية لمعرفة باطن الأرض نجيب عليه ولكن بعدما نطلع نقاط المتبقية لدرس اليوم المقارنة بين قوة الزلزال وشدة وآلية تحديد مواقع المركز السطحي للزلزال المركز السطحي للزلزال ذكرنا أنه الشرط أن يكون في نفس المكان ولكن على السطح وفي نفس المكان الموجود فيه البؤرة يعني البؤرة تكون في باطن الأرض وبالمركز السطحي يكون مباشرة فوقه على سطح الأرض ووصف الأحزمة لزلازل الأرض الموجودة في الكرة الأرضية نرجع للسؤال الذي سألناه قبل قليل لماذا ذكرت الأمواج الزلزالية أو خصيت الأمواج الأولية والثانوية فقط دون الأمواج السطحية كما تعلمنا سابقا أن الأمواج الأولية والأمواج الثانوية هي النوعين التي تكون موجودة في باطن الأرض أما الأمواج السطحية لم أذكرها لأنها تكون موجودة فقط على سطح الأرض فعندما نريد أن نعرف البنية الداخلية لباطن الأرض نستعين فقط بالأمواج الثانوية والأمواج الأولية وبهالطريقة نستطيع أن نعرف باطن الأرض لأن أصلا الموجات السطحية لا نستفيد منها لأنها في الأصل لا تكون موجودة في باطن الأرض نبدأ ناخذ أول نقطة وهي الأمواج الزلزالية بشكل سريع تكلمنا عنها وهي ثلاثة أنواع تسمى الأمواج التي تنتشر في الأرض وناجمة عن الزلازل الأمواج الزلزالية وينتج عن كل زلزال ثلاثة أنواع من الأمواج الزلزالية وهي الأولية أو ما يرمز لها بل بي والثانوية ويرمز لها بالأس والنوع الثالث وهو الأمواج السطحية النوع الأول والثاني فيما بينها قد تسمى بالأمواج الجسمية لأنها تكون موجودة في باطن الأرض والموجات السطحية لوحدها لأنها تكون على سطح الأرض فقط كما هو موجود بالطريقة هذه هذه بتبيلنا أنا تعمدت أن أحطها أو ما يسمى وتكلمنا عنه في الدرس السابق بالسيزمو جرام وهو السجل المأخوذ من السيزمومتر أو جهاز السيزمومتر عندنا الجزء الأول أو ما يعرف PLP Wave أو الموجات الأولية وهي التي تكون موجودة على أول الموجات وصولا إلى سطح المركز أو محطة رصد الزلازل ثم بعد ذلك تأتيها الأمواج الثانوية أو الـ S Wave وهي التي تكون موجودة ثانيا ثاني وصول بعد الموجات الأولية لمحطة الرصد والجزء الأخير الموجات السطحية وهي تصل ثالثا أو آخر أنواع من الأمواج التي تصل إلى محطة الرصد كما ذكرنا سابقا أنه قد ندمج الثنتين مع بعض هذه ونسميها الأمواج الجسمية والأمواج الأخرى أو نوع الثالث من الأمواج وهي الموجات السطحية الأمواج الأولية يطلق عليها أيضا أمواج B بعضكم يسأل لماذا رجعت وأعدت هذه المعلومات لأن هذه تفيدنا جدا جدا ومهمة جدا في انتشار الزلازل حول الكرة الأرضية والأحزمة الزلزالية اللي هي بتكون آخر نقطة رح نتكلم عنها فلذلك تم استرجاع باقي المعلومات وإضافة بعض الإثراءات عليها يطلق عليها أيضا أمواج B تعمل الأمواج الأولية على تضاغط السخور وتخلخلها وشبهناها بحركة النابض اتجاه حركة الأجزاء هذه في نفس اتجاه الموجة أي أنها تكون موازية لها حتى تصل إلى محطة الرصد بهالطريقة تقريبا اتجاه انتشار الموجات وحركة الجزيئات كلها في نفس الاتجاه الموجات الثانوية وذكرنا أن يطلق عليها اسم موجات S وسميت الأمواج الثانوية لأنها بطيئة وهي ثاني الأمواج الزلزالية وصولا إلى محطة الرصد وتسبب الأمواج الثانوية في أثناء حركتها حركة جسيمات الصخر عموديا على اتجاه حركتها ويوضحها لنا الشكل التالي ولكن قبل أن نطلع الشكل ملاحظة تسمى كل من الأمواج الأولية والثانوية الأمواج الجسمية لأنها تنتقل داخل الأرض ولاحظوا أني كررت المعلومة هذه أكثر من مرة كلما سنحت الفرصة سوف أعيد تكرارها بإذن الله هذا شكل بسيط لحركة الأمواج الثانوية وهي تكون عمودية على حركة انتشار الموجة الأمواج السطحية الأمواج السطحية تشبه إلى حد ما حركة الأمواج المائية أو أي أمواج نعرفها وهي عبارة عن قمة وقاعة تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل وذكرنا من أهم المعلومات عليها أنها أكثر خطر وأكثر تدميرا من أنواع الموجات الأخرى تنتقل على السطح فقط أبطأ الأمواج الزلزالية لذلك فهي ثالث الأمواج وصولا إلى محطة الرصد وتتسبب في حركة جسيمات سطح حركة جانبية إلى أعلى وإلى أسفل كحركة الأمواج بها الطريقة تقريبا تخيل أن النقطة الصفراء الموجودة في أعلى صف هي مبنى أو مكان سكني موجود على سطح الأرض أثناء لقدر الله وقوع الزلزال ما الذي سيحدث للمبنى؟ سيكون تدميره بشكل كامل تذكر وهذه ملاحظة تعودنا أننا نضع مثلها الإضاءات في الدروس السابقة بؤرة الزلزال نقطة الكسر في سخور القشرة الأرضية وتنتشر منها الموجات في جميع الاتجاهات وتكون موجودة في باطن الأرض المركز السطحي هو النقطة التي تقع على سطح الأرض فوق البؤرة مباشرة تنشأ الموجات الزلزالية السطحية عند المركز السطحي لزلزال إذن عندنا ثلاث أنواع للموجات الأولية والثانوية بديهيا بما أن المركز السطحي تنشأ عنده الأمواج السطحية فبديهيا أن البؤرة الداخلية تتكون عندها الموجات الأولية والثانوية توصلنا في الزلازل حسب عمق البؤرة وتكلمنا عنها سابقا اللي هي الضحلة والمتوسطة والعميقة الضحلة أقل إلى 70 كيلو متر المتوسطة من 70 إلى 300 كيلو متر والعميقة من 300 إلى 700 كيلو متر مقياس الزلازل وتكلمنا عنه ما يسمى بالسيزمو جرام وتتألف بعض الأجهزة السيزمو متر من أسطوانه دواره مغطاه بورقة أو قلم وفي بعض الأجهزة على فكرة تغيرت ولكن استرجعتها لأعطيكم هذا التفصيل البسيط لهذه الأنواع من الأجهزة وهذا التطور فيها مسجلات هزات زلزالية أفقية بحيث أن الأسطوانة تكون بشكل أفقي فوق تحت النابض أو تحت البندول المعلن وهذه أداة التسجيل التي ذكرناها سابقا باللون الأحمر الموجودة عندنا الآن إنها قد ممكن تكون إبرة أو دبوس للحفر على الورق أو قد تكون عبارة عن قلم للتسجيل أو قد يكون جهاز التسجيل بشكل عمودي بحيث أن النابض اختلف الآن بالشكل طبعا التطور بين العمودي والأفقي أن الأفقي كان حساس جدا لأي حركة تكون قريبة للجهاز قد يسجلها أما بالنسبة للنابض الموجود عندنا الآن والجهاز هذا لا يتحرك إلا فعلا إذا كان يوجد في زلازل أو أشياء قد تكون لها نشاط في باطن الأرض مخطط الزلزال أو ما يسمى بستايزمو جرام هذا شكله لو رجعنا قليلا الورق اللي يكون ملفوف على هذا الأسطوانة لما نطلع بعد ما يتسجل عليه يطلق عليه السايزمو جرام إذن ملاحظة أتمنى الجميع يدركها يوجد فرق ما بين الجهاز وما يسمى بالسايزمو جرام السايزمو جرام والسايزمو متر السايزمو متر هو الجهاز والسايزمو جرام هو السجل أو الورقة المأخوذة من السايزمو متر هذا هو السايزمو جرام أو ما يسمى بمخطط الزلزال وهو الورقة التي يتم تسجيل عليها وتكون موجودة في الجهاز فيها ثلاث معلومات أساسية ومهمة الموجات الأولية الموجات الثانوية والموجات السطحية وهي تكون أكثر الموجات الأولية أول ما يسجل ثم بعد ذلك الموجات الثانوية لأنها ثاني وصول والموجات السطحية لأنها تعتبر أخيرا لأنها الأبطأ وهذه صورة أخرى تكلمنا عنها في الدرس السابق بنفس الطريقة الموجودة فيها السيزميقرام البعد عن المركز السطحي ولاحظنا أنه البعد عن المركز السطحي للزلزال كلما ابتعدنا عن المركز السطحي للزلزال يكون الحساب عن البعد المركز الزمني أكبر وشكله أوسع يزداد كلما زاد البعد عن المركز السطحي للزلزال طبعا نتكلم عن الفرق ما بين موجات S وموجات P السيزموغرام يكون أكبر في المحطات البعيدة عن المركز السطحي للزلزال مقارنة بالمحطات القريبة ويستعمل هذا الفرق الزمني في حساب بعد المركز السطحي للزلزال عن محطة الرصد التي سجلت الزلازل عادة إذا كانت المنطقة يكثر فيها الزلازل تكثر فيها أيضا محطات الرصد محطات الرصد لاستخراج المتوسط فيما بينها ليكون التسجيل أكثر دقة ولتكون المعلومة أكثر دقة أيضا لأنه قد يكون الرصد في مركز واحد نشاط موجود في هذه المنطقة مختلف عن الأنشطة الأخرى إضافة إلى أن أنواع الزلازل هناك أنواع قائمة بحد ذاتها وفي أنواع زلازل أخرى تكون مصاحبة لنشاطات أخرى كما ذكرنا سابقا أن الموجات الأولية تسري فقط أو تنتقل في الموجات أو في الطبقات السائلة الموجات الأولية تنتشر في جميع أنواع الطبقات لذلك لتعرف بنية الأرض فالأمواج الأولية هي ما تعطينا معلومات أكثر دقة عن طبقات الأرض إلى النهاية أما الموجات الثانوية فهي تعطينا معلومات محددة وموثوقة لأنها تنتقل فقط في الغازات والسوائل بالتالي يستفيدون منها أكثر الجيولوجيين يستخدمونها أكثر اللي يبحثون عن النفط أو ينقبون عن النفط لأنها تعطي معلومات عن السوائل والغازات الأمواج تكلمنا عن بنية الأرض الداخلية على عجالة هذه أنواع الأمواج الزلزالية التي تكون موجودة أو تنتقل ويشعر فيها الإنسان على سطح الأرض الإنسان اللي موجود على سطح الأرض قد يشعر بالموجات الأولية والموجات الثانوية اللي باللون الزهري واللون البنفسجي وتنتقل أيضا في جميع أنواع الطبقات ولكن يحساسه بها على حسب مكانه وين موجود على سطح الأرض هذه بعض الصور لقوة الزلزال وشدته يقيس العلماء قوة الزلزال ويحددوا مكانها على الخريطة باستعمال الأمواج الزلزالية يحدث سنويا أكثر من مليون زلزال يمكن الإحساس به ولكن لا يذكر منها في وسائل الإعلام إلا الكبيرة فقط ما هي أهم الطرق التي طورها العلماء لوصف الزلزال؟ مقياس رختر هو مقياس عددي يقيس طاقة أكبر الأمواج الزلزالية المنبعثة من الزلزال ويسمى مقدار الطاقة هذه قوة الزلزال وتقيس قوة الزلزال بإيجاد سعة الموجة الزلزالية إذن هو مقياس وصفي أكثر من أنه مقياس رقمي هذا هو العالم رختر مخترع أو أول من وضع هذا المقياس وأطلق عليه مقياس رختر تيمنا باسم العالم نفسه مقياس العزم الزلزالي وهو أقل انتشارا أو شهرة عند الناس وهو يقيس رقمي هنا رقمي وليس وصفي يشير إلى الطاقة المتحررة من الزلزال مأخوذا في الاعتبار حجم الجزء المتمزق من الصدع ومقدار الحركة على طول الصدع مثال زلزال تشيلي في عام 1960 وزلزال ألاسكا في عام 1964 العزم بالنسبة لهم كما هو موضح الآن قوة العزم 9.6 وزلزال ألاسكا 9.2 القيمة المحسوسة 8.5 و8.3 هذا مثال لطريقة حساب الزلازل على مقياس العزم الزلزالي مقياس ميركالي المعدل وصف لحجم الضرر هذا يصف حجم الضرر وليس شدته ولا قوته ومدى إحساس الناس به وهو مقياس مقسم إلى 12 درجة إذا مقياس رختر مقسم إلى 10 درجات مقياس ميركالي المعدل مقسم إلى 12 درجة تقريبا درجات مقياس ميركالي المعدل لا يمكن الإحساس به هذا واحد اثنين يشعر به عدد قليل من الناس ثم بعد ذلك نصل إلى المنطقة يهرب جميع الناس من المباني وقد تتذرر المباني الضعيفة تسقط المآذن ينقلب الأثاث الثقيل داخل البيوت قد تتهدم المباني العادية بشكل جزئي إلى أن نصل إلى آخر شيء دمار شامل تقذف الأجسام في الهواء وقليل ما وصلت له الزلازل في هذا المقياس شدة الزلزال تعتمد شدة الزلزال بصورة رئيسية على سعة الأمواج الزلزالية السطحية ويضعف حجم الأمواج السطحية مثل الأمواج الأولية والثالوية كلما ابتعدنا عن بؤرة الزلزال وتقول شدته كلما زاد البعد عن مركز السطح كما هو موجود في الصورة الأمام وكلما ابتعدنا عن المركز أو البؤرة يقل الزلزال نفسه تحديد مواقع الزلازل وهي آخر نقطة سنتكلم عنها اليوم احنا تكلمنا عن البعد المركز السطحي وكلما ابتعدنا عنه زاد الفرق أو الشاسع بينهما الموجات الثانوية والموجات الأولية ومدى انتشار الأمواج الأولية وإلى أي مدى توصل والفارق الزمني بين الجزئيتين نوقف هنا ما راح نكمل على هذه الجزئية بإذن الله في الدرس القادم بإذن واحد أحد نختم موضوع الزلازل ونأخذ مراجعة عامة لجميع النقاط المهمة والأهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته